أما يوم القيامة فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كل مرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس تعلمون بأن في يوم الحشر يجمع الله الأولين والآخرين فتدن الشمس من العباد قد رميل والناس يتفاوتون في الجهد والمشقة والعناء والتعب على قدر ما لديهم من أعمال فمنهم من يلجمه العرق الجامن ومنهم من يكون العرق إلى حقويه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى قدميه وهذا على قدر الإيمان والعمل الصالح بعد رحمة الله رب العالمين ويأتي أصحاب الصدقات يستضلون في ظل صدقاتهم يوم القيام ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل مرئ في ظل صدقته حتى يقضى بينه هذا في المحشر وهل الإضلال هذا حقيقي أو معنوي قولان لأهل العلم فمن أهل العلم من ذهب إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في ظل صدقته يعني الله عز وجل يحميه والقول الثاني قال هو على الحقيقة تأتي الصدقة التي تصدق بها وأنفقها على ما هي عليه فتكون ظلا له بينه وبينه الشمس التي أدناها الله عز وجل من رؤوس العباد قد رميل وهذا هو الصواب لأن الأصل في الألفاظ تحمل على ماذا؟ على الحقيقة والأصل في الألفاظ أنها تحمل على الحقيقة ولذلك هي على الحقيقة كل مرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس انظر إلى تتمة الحديث وكيف أن أمثال هذه الأحاديث تؤثر في الصحابة وتؤثر في العلماء وتؤثر في الزهاد والعباد قال يزيد فكان أبو مرثد رضي الله عنه وأرضاه وهو قال كان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء بشيء ولو ولو يسير ثم قال ولو كعكة أو بصلة ولو كعكة أو بصلة الكعكة الشيء اليابس من الخبز ليس المقصود فيه الكعكة المعروف عندنا لا وإنما الكعكة المقصود فيها الخبز اليابس ولو كعكة أو بصلة والبصل معروف ما كان يخطئه فإن لم يجد شيء تصدق ببصلة وهذا يروى عن جمع من السلف عندما كان يعتنون بالصدقة ولو بالشيء اليسير أبو أيوب السختياني كان يتصدق في كل جمعة فإن لم يجد إلا بصلا تصدق بالبصل كان ابن عمر يتصدق بالسكر وهكذا الناس يتصدقون ولا يترددون وقد ذكر عن بعض العلماء أنه أحيانا كان يحمل البصلة في جيبه فيقال له له رائحة كيف تتصدق به وتحمله في جيبك قال لم أجد في بيتي إلا بصلا ويريد أن يتصدق ما يخطئه يوم إلا وقد تصدق انظر إلى تأثير مثل هذه الأحاديث في نفوس الناس ليس كأحوالنا نسمع هذه الأحاديث وتمر علينا ولا تحرك فينا ساكنا ولا تزعج قاطنا ولا ينبض لها شعور ولا عرق نسأل الله أن يحي قلوبا ولذلك مهم جدا أن الإنسان يهتم بترجمة هذه الأحاديث ترجمة عملية واقعية من خلال تصرفاته وأعماله من خلال النظر إلى هذا الأجر العظيم المترتب على هذه الصدق مترتب على هذه الصدق يذكر عن بعض السلف أنه كان إذا خرج من بيته وضع شيئا في جيبه أي شيء مما سواء كان طيبا أو رديئا الرداء طبعا الذي في مقابل الجيد فيتصدق به في سبيل الله رب العالمين صدق به حتى لو كان على الأطفال يتصدق في هذا الشيء في سبيل الله رب العالمين والآن ولله الحمد يعني هناك جملة من الوسائل سهلت للناس عملية الصدق مثل هذه الصناديق الموجودة في المساجد لجمعيات خيرية مثلا أو جهات يعني توصل هذه الصدقات إلى أصحابه فالإنسان إذا خرج من المسجد ما علي إلا أن يضع يده في جيبه وشوف اللي موجود حتى لو كان درهم واحد الدرهم هذا الواحد تدري كم يأتي يوم القيامة سبعمائة درهم هذا الذي ذكر لنا ثم قال يضعفه الله أضعافا كثيرة ما تدري كم لأن الله تعالى يقول في مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبولة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم فالدرهم بسبعمائة درهم يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله واسع عليم فضله كبير وخزائنه ملأ ويده سحاء بالعطاء جل وعلا وتقدس فنسأل الله لنا ولكم المزيد من فضله